ضمن رحلته السياحية والفكرية التي اختار فيها الجزيرة وجهة لها حل داعي البحريني حسن الحسين على استوديوهات الشرق نيوز في زيارته مجاملة أبدى فيها عظيماً بهاره بنضال الشعب الجزيري وتاريخه ضرب في جذور أمجد الحركات التحرورية في العالم فأنا حبيت تاريخ ونضال هذا الشعب يعني ومن خلال شخصية لما صلحين حتى لما أتيت الجزار كوري مدحتهم ما أعتقد أني مدحت شعب مثل ما مدحت الجزار راصلني وبابتسامته التي لم تغادر محياه سرد الحسين على صحفي القناة تجربته مع شعب الجزائرية إلكترونياً وهو الحديث العهدي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكيف أن ملايين متتبعيه كانوا من أرض المليون ونصف مليون شهيد قلت خلني أنا أرسل تهنية في عيد الأضحى لبعض الدول اللي يتابعوني بالدول الكبيرة اللي عندهم فيسبوك اشتنبت الخليج لأن الخليج ما نتابع أصلاً فالعراق، فلسطين، الشام، مصر، مغرب، تونس مقطع فيديو وأتي ببيتين من الشعر حول هذه البلد فلما سويت المقطع ونزلته شفت الردود اللي أفعال في مقطع أنا أتوقعت أنا مصريين ممكن تفعالون أكثر شفت الجزائريين حركة مطبيعة تقل 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 الردود 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 المشاهدة قاعد ترتفع قل تعال تجاوز خلال فترة ربع مليون مشاهدة قل شي الصالف والردود بالألاف اللي قاعد يردون فأنا كلمت مدير الصفقة قد لحظه شوف جزائريين شنو وضعوا بصفحتنا فقال لي قد شوف المتابعة من أكثر وحي تابعني قال لي شيخ ترى رقم واحد عندك الجزائر وعن تأثوره بشخصية العلامة الجزائرية عبد الحميد بن بديس تحدث داعي حسن الحسين بتمعون وتأثور كبيرين وقال أنا أعتقد أن شخصية بن بديس من الشخصية الرائدة جداً في تاريخ الجزائر المعاصر هو بالنسبة لي شخصية ملهمة وقال يعلم ويجمع الطلاب وبعدين لحاله كان أسس جريدة وقال يكتب ويحرر ويطبع ويرسل وفي مجال التدريس ويعلم وبعدين كان في فترتي عقبات كثيرة عقبات من داخل مدرسته ومن الخارج يعني أنا كوني جلست مع الشيخ عبد الحق شقيق الشيخ عبد الحميد العلامة عبد الحميد بن بديس أنا صراحة يعني ما أعرف شي أقول لي يعني أنا كأن أشوف واحد من لحمة ودمة وجمعهم ورحمة واحدة وشخص شاف بن بديس فأنا يعني شاكل لك حسيت كأني من هذه العائلة ودي ودي أقول لحبد الحق در أنا أخوك الشيخ الحسيني وفي أخير محطة له على أرض الوطن لم يغادر قبل أن يطلق وعدا لمتتبعيها بالعودة مجددا إلى أرض الجزائر الحبيبة إن شاء الله يا رب كل سنة أزور أكثر من زيارة بحول الله وأنا يعني من ضمن المشايخ اللي زاروا وراحوا أنا لن أكون من هؤلاء أنا بتواصل أكثر من قبل